ايات نفس السؤال عشان السؤال لا مهم جدا بالنسبة لها عشان انا بسرعة نفسي اشوف بناتك اتنا بتلعب كورة يعني برضو بداياتك مع كورة جات ازاي بداياتي مع كورة جات انا يعني حد كان شافني وكده وانا بلعب كورة وقال لي انت ليه ما بتلعبيش في نظر مكنت شعرف ان فيه لا انت اصلا لعبت كورة ليه يعني ايه اللي خليك تاخدي الكورة انا كنت بحبها بحب الكورة جدا وانا اهلوية وبتكنت بتابع النازي الاهلي جدا وبتفرج على مطشط مع والدي من وانا صغيرة يعني ما كنت شعرف ان فيه اصلا كورة قدم نسائية في مصر لما يعني الحد اللي صادفته ده وانا قال لي لازم تلعب في نادي وكده هو اللي عرفني ان فيه فرق كورة قدم نسائية في مصر وابتديت ان انا اروح واسأل ووصلت والحمد لله لعبت في نادي جولدي ولعبت في كيرو اسيميلاند ولعبت في ودي ديجلا ولعبت في نادي المؤسسة العملية واختتمتها بقى في نادي اسمه التنمية سبورت وانت يعني انت برضو قلت لي انك لوحتي نادي تلعبي في كورة انا بتكلم على الفكرة نفسها اللي هو يا مسا هي قالت لي انه عشان اخوها فكان مسا أعلى بالنسبة لها فلعبت كورة انت عشان بتحب الكورة مفهوم بس لعبت يعني كنت في البيت مسا بتلعبي كورة في المدنسة مع اصحابك كنت بالعب مع اخوتي انا عندي اخوات ولدين كنت بالعب معهم دايما فكان كل اللي شوفني وانا بلعب مع اخوتي قولي انت بتعرفي تلعبي كورة يعني حاول تروحي تشوف ان في نادي بفي كورة كورة من نسائية وتلعبي فأي جات من هنا كده وبصراحة والدي شجعني يعني بقى معي والدتي كانت بتروح معي وانا صغيلة التمارين يعني هما الاثنين كانوا بيشجعوني جامد يعني بصراحة عظيم طيب